اهلا بكم متذبعي عن فاستاذي اليوم احنا متواجدين في العيادة الخاصة ديال الدكتور مولاي السعيد عفيف اخصائي في طب الاطفال ورئيس تجمع النقابي لاطباء الاخصائيين في قطاع الخاص. النقش اليوم الاضراب لغيخده الاطباء على مستوى المملكة يوم 20 يناير دكتور شكرا عن الاستضافة وبغينا عفاك نعرفوا شنو المطالب ديالكم احنا اولا وقبل كل شي راسنا احنا كنقابات ديال الاطباء ديال القطاع الخاص وكذلك الجمعية المغربية للمسحات الخاصة راسنا السيد رئيس الحكومة وراسنا السيد وزير الصحة وكذلك السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد وزير الميزانية باش يكون حوار ودرنا كذلك مع اللقاء مع الهيئة وكذلك كل اللقاء مع المدير ديال صندوق ضمال الاجتماعي كل شي هاتش علاج باش طالع العام اربعة ولكني شنا بانه متنا على سبيل المثال وحنا تنهنؤهم انهم متنا الصيادلة اخذوا ثلاثة اذا بغينا تكون واحد تساوي خصوصا انه كان المهنة القرية اللي اخذ له قل واللي ما تساهموش في الانجاح ديال هاد الضغطية وهاد الحماية الاجتماعية مثلا كالموطقين اذا فحنا تنطالب اولا بهاد المساواة وغسنا ما ننسوش وندايما اتنأكد عليه فاول قبل ما نبدأ وقبل ما نبدأ اننا كنا مجنديين العطباء ديال القطع الخاص لانجاح الورش الملكي لحقاشا نعرفه بانه هاد الشي كان حلم وده اصبح حقيقة بفضل تدخول ديال صاحب الجل نصره الله وعيده اذا هدي مسألة ضرورية واحتمية اننا مجنديين لانجاح ولكن الناس اللي غدي يخدمو خصوصا وعندنا ضعف ديال الموارد البشرية خسنا نهتموا بهم وحنا نعرفو لا الناس ديال القطع العام لا القطع الخاص ما كان يش تحفيزات اذا في الدول إلا خدينا دكش عالش نقولك ما تنطلبوا عحقنا إلا خدينا دول خرارة ماشي بوحد نحن كينين في العالم خدينا مثلا فرنسا ففرنسا الصندوق ديال الضمان الاجتماعي تيخلص 80% من التكاليف المهنية ديال الطبيب إلى قبل انه يكون في دخل الكنفنسيون سنا بانه تهوى تحتارم تحتارم كل ما تتعلق بال الكنفنسيون استدير الطريف ديال الكنفنسيون تعريفة المرجعية ديال الكنفنسيون دونك هاد الناس هاد وكذلك سنعرفو بانه مثلا من لاخدين الدواء الجانيس فالمغريب يلا هوصل 40% دوال بحال ألمانيا راه 80% بحال فرنسا راه 65% إذن إلا كانت هاد الشراكة الفعلية ما بالأطباء وما بالصندوق وما بالوكالة ديال التأمين وكل شيء هاد المتدخلين فغادي يكون واحد غادي يدار واحد الاقتصاد بالنسبة للصندوق ديال الضمان لهو مهم وأكتر بزاف من هاد النسبة هاد ديال الاشتراك ونحن نحن نعرفه بأنه نحن 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 بحال للناس الخرين مثلا الواحد يلخدام في واحد الشركة فالمدير ديال الشركة يخلص عليه 50% نحن 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 الإجمال لم يكن هناك شيء سن نحن إذن هذه مسألة تساوي ما بين نفو الناس لا صياد العالم موطقين وتنقول بأننا نحن طرف كبير ومحوري في إنجاح هذا الورش إذن إلا كان هالطرف فخصو يكون الاعتبار ما تكون الحجرة وما يكون تمييز أننا نجيو ونعطيه هذه النسبة اللي هي نسبة كبيرة وخصو نعرف حكا واحد لاجتماع في نوان بير 2020 درته الهيئة ولكن الهيئة دابا راصلت سيد رئيس الحكومة وكذلك نائب الرئيس اللي هو الدكتور جميرا اللي مكلف بالقطع الخاص في الهيئة قالها فندوى صحافية بأنه ذاك الاتفاق اللي داز نوان بير 2020 فأصبح لاغيا علاش حك ما حطار مش هاد التساوي وكذلك حك كان مكتوب في ذاك الاتفاق أنه خصوم ولا بدي يخرجو تحفيزات إذن هاد كما تنقوله بالدرجة شد لي نقطعليك مش في المصلحة ديال تشي واحد فينا خصوصا وأننا في مواجهة هذه الجائحة وخصوصا نعرف بأنه الأطباء من اللولهما وقفين في هذه المواجهة الجائحة كل شيء بقى على القطاعات وقى على الناس ديال قطاع الصحة وكذلك مسؤولين أخرين في الأمن في التعليم إلى غير ذلك وقفين من مارس وعياو واخدك شيء بقين وقفين ومع الأسف ففقدنا 80 طبيب وطبيبة اللي يمشون اللي مخلوا لولادهم لا تقعد لا تغطية صحية إذن كان هاد تضحية ولكن نتنقلوها وتنعودوها قد نبقوا دايما نوقفين وراحت الإضراب ديال غدة راح المستعجلات قد تبقى تتم الاستقبال ديالها في المسحة إذن راحنا مسؤولين ما يمكن لنش نحبسو المستعجلات وما يمكن لنش نحبسو التطبيب ديال الناس اللي في حالة حارجة إذن فهذا مدير وكذلك في الجمع العام اللي جمع خمسالاف وثنمية وستوسبعين إلا جمعنا قاعد الكم ديال هاد الناس هادو راح الناس عياوا وشافوا بأنهم ما تتخذش بأي الاعتبار ديالهم وأنهم ما كينش وحنا تنعرفو هاد الحكومة الموقرة تدعي الحوار فما كينش حوار راسنا ماشي خطرة ماشي جوج مكيش الحوار وخصي كل الحوار باش يمكن لنا الصالح السحة ديال المواطن كذلك هناك مشكل كبير اللي هو أساسي ولي هو من مبين الحواج اللي تنطالبو بهم هو المراجعة ديال التعريفة تعريفة ما تراجعتش منذ 2006 وشكون الضحية ديال عدم المراجعة هو المؤمن هو المريض اللي تيخلص كتر من 54% من جيب دياله ومع الأسف تسنات واحد تعريفة مع صندوق الضمن اجتماعي اتفاقية باش تحسن هات تعريفة اللي فيها الاستشارة الطبيب المختص 250 درهم وديال الطبيب العام 150 درهم ولكن ما تطبقاتش تسنات وبقى تحبر على ورق اذا ما تكون يخلص يخلصها المريض والمراج في الشيء يخلص كتر من ما تطبقاتش هذا لا يمكن نستحمله خاص تكون تعريفة وراء النموذج التنموي الجديد قال بانه خاص يكون الحساب على حساب لكو ريال شحال تتسوى كل حاجة تتحسب لها شحال تتسوى وعلى هذا الشيء اللي تتسوى ولا غادي تم الاسترجاع علاش باش ما يكون مشاكل ما بين المريض وما بين الطبيب ويكون كل شيء باين كل واحد اللي حقوا شعاجة يديها وما يوقع شهد شيء اللي وقع حتى في الكوفيد انهم الناس خلصوا اتمينة باهدة حك الانعاش ديرينو ب1500 درهم في النهار واش كين شيء انعاش ب1500 درهم في النهار اذا الواحد فالشي تطلب له واحد المبلغ كبير تقول اللهم ان هذا منكر ومنحقه اذا خاص ولابد مراجعة تعريفة اللي مكتوبة في القانون دير 6500 تتقول بانه المراجعة كل تلت سنين ومع الاسف ما تراجع تشي حاجة من 2006 وكذلك خاص نعرف بالدور وتنأكدوا عليه دير الطبيب في القطاع الخاص انه ركاين وكذلك ره التحق الأطباء ديال الأسنان بتاهم عندهم مطالب ديرهم خاصة واللي رهم فسروها إذن احنا دابا حيدنا الجمع العام حيد إضراب يوم في الأسبوع تحيد علاش نظرة للطرفية وتنعرف المسؤولية ديالنا ولكن عطينا واحد تاني واحد الفطرة ديال شهر ومن هنا شهر إلى مكان والو فغير يعود الإضراب وتكون وقفة احتجاجية وكذلك كما كل شيء صدق عليها تنديد بالاتفاق يلاحق لا تبدلت إذن الأمل هو أنه يكون واحد الإنصاد من طرف المسؤولين ديال الحكومة ونرجع للطويلة ديال الحوار ونخرج بواحد الاتفاق اللي سيكون الهدف دياله هو الصحة ديال المواطن والهدف دياله هو كنا نهضو المنظومة الصحية قصة نعرف بأنه ره تتمشي من المغرب كتر من ستمائة طبيب اللي تتمشي تتهاجر تقرأوا هنا تتخسر عليهم والدهم والدولة الفلوس ومن بعد تنصوا بهم باش نصفتهم علاش لحقاش ما كينيش تحفيزات إذن أولا وقبل كل شيء قبل ما يجيوا عندنا الأطباء من الخارج قصنا بعدا طالوا فهدوا ديالنا أنهم يبقوا عندنا وهذه الكفاءات ديالنا وإحنا عندنا كليات والأساتدة ديال كليات الطب اللي عندهم واحد كفاءة عالية والطبيب المغربي اللي اللي متخرج من المغرب فهو مطلوب ومطلوب جدا إذن خاصنا هذ الناس أنهم يبقوا عندنا ويداويوا المغربة ومن نضيعوش فيهم إذن ف ككلمة أخيرة نتمناو أنه غد يكون واحد الإنصات من طرف الحكومة وأننا غد نرجعو لطاولة الحوار باش نخرجو بواحد الاتفاقية اللي تتشارك في النهوض بالمنظومة الصحية وإحنا عارفين بأننا مقبلين على مشروع كبير اللي يعطاني انطلاق دياله صاحب الجلل واللي كنا فينا سناخده المسؤولية ديالنا باش ننجحوا هذا المشروع ووهذا المشروع ما يمكنش ينجح إلا إلا كنا عندنا الموارد البشرية ناشطين وبغين يخدموا بكل أريحية وحنا هنا نعودوها فحنا مجندي لإنجاح الورش الملكي ديال الحماية الاجتماعية نهاية لقاءنا اليوم على أمل أننا نلقاوكم في لقاء جاي ونتسكلموا في موضوع آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر